أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة أن تحد أوروبا من التأثير الذي تسبب فيه امتياز الدولار الأمريكي وإلى وجود أصوات في أوروبا تعارض تصرفات تسليح الدولار التي تمارسها الولايات المتحدة كما قال ماكرون أن الخطر الكبير الذي تواجه أوروبا هو الوقوع في أزمات لا تعنيها ما يمنعها من بناء استقلالية استراتيجية ويرى ماكرون أنه على أوروبا أن تتجنب التورط في المواجهة بين الولايات المتحدة والصين فيما يخص قضية تايوان حيث يجب أن لا تتصرف كتابع للولايات المتحدة في هذه القضية وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ووانبين يوم الاثنين إن أكبر تهديد للسلام في مضيق تايوان في الوقت الحالي هو الأنشطة الانفصالية المتمثلة في استقلال تايوان وتواطئ الولايات المتحدة ودعمها مشددا على أن الصين تأمل في أن تفهم جميع الدول بوضوح جوهر مسألة تايوان وأن تواصل الالتزام بمبدأ صين واحدة وأن تعارض بحزم جميع أشكال الأنشطة الانفصالية القائمة على استقلال تايوان